السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم اخواني في هذا الفيديو الجديد هذا بديونا نتكلم لللائحة المحتملة للمنتخب الوطني المغربي في تصفية كأس العالم 2026 في شهر نوامبر المقبل كما عرفنا شهر يوليوز عجر القرعة دية الكأس العالم قرعة تصفية احنا في 22 مايه قربنا بزاف على القرعة اللي عجر في يوليوز في دولة البينين القرعة دية التصفية والاغلبية المجموعة تكون قرر احنا قد رؤى القرعة افريقية فقط اغلبية لحيا المجموعة تكون فيها شتة منتخبات ومنتخب واحد لعيد اهل المونديل الابريكي اذا المجموعة تكون صعبة جدا فيها 10 مقابلات 5 مقابلات خارج الميدان و 5 مقابلات داخل الميدان ستجيب ماكسيمو ديال النقاط خارج الميدان و 15 نقطة الميدان ديالك لا تتدرش عليها انا ركس تكون ستجيب ماكسيمو خارج الميدان ستجيب حوالي 10 نقاط على الاقل خارج الميدان او لا اضعف الايمان 8 نقاط باش تقدر تتأهل الى كأس العالم بامريكا انا بدأوها ديالك يا حادث انا بدأوها بالحارس الفتح الرباطي المهدي ابن عبيد كما كنا عرفوا الحارس المهدي ابن عبيد كانت توجد له الدعوة في شهر مارس اللي فات الحارس ابن عبيد حارس كبير طبيعة فرق الفتح الرباطي وحارس اللي الان اوفر قدير وصلت لمركز الثالث في البطولة الوطنية ب 47 نقطة وحارس الرباطي المهدي ابن عبيد هناك كذلك مونيل محمدي 34 سنة حارس البطولة السعودية الحارس المتمرس الحارس اللي عنده ثمان سنوات عام متخب الوطني بسنة 2015 اذا الحارس اللي كان يطلوب اه لما اعتقد كان يطلوب الدو الزاكي لما اعتقد مدرب الحالي المتخب السوداني وهناك كذلك ياسيم بونوم قندر من 2012 هو رقفة للمنتخب الوطني حوالي 11 عصده هو مع المنتخب الوطني ياسيم بونوم الحراس الجيدين للمنتخب الوطني المغربي حارس كابير بطبيعة الحال نفتخره به خاصة البارح في لقاء الريال بيتيز دير بيديا الاشبيلية تعادلت الفرقة ديالو السفر ليمتلي مع بيتيز ولكن للآسف ما متشركش ياسيم بونو للآسف الشديد متشركش هناك غالب سايس لاعب البطولة التركية الفرقة ديالو انتصلت لفرقة ديالو بلاهندا بربعال واحد وكانت مشارك في ذاك المقابلة وكانت ضد نقطة 7 لتسعودين المساود ديالو بدك يرجع بعد تعرفنا على الحراس لقلب الدفاع غالب السايس إذا المساود ديالو بدك يرجع من العهد اللي كان عرفه السايس هو أصلا بطولة تركية اللي مجدش معه وصافي بمشي شي حاجة هناك نيف اكريد عنده 26 سنة كذلك القلب الدفاع ديالويستهام مشاركش مقابلة الأخيرة ديالويستهام بداعي وحد الإصابة خفيفة وخاصة الويستهام كانت تستعد نهائي الكأس المؤتمر الأوروبي مع فارق فيورونتين الإيطالي إذن ويستهام ضروري خصص رتح أكريد ولكن لا تشارك لأنه أصلا كان وقيل فازو الباريحة بثلاثة الواحد إذن لا تشارك بثلاثة هناك شادي رياض لعب برشا يلونا حتى هو يقدر يكون في هذه اللائحة كنت تصور أنا في هذا الأسبوع أن البارسة فازت بالليغة ستشارك سبعة شادي رياض ولكي تشعب تشكيل الأساسي يعمل مع الريال سوسيدا وأن هذا مجوز الواحد لا تشارك شادي رياض للأسف هذا هو مواهب السكفورسي بربوط لا تشارك فرصة للمواهب بطبيعة الحال لأن الشادي رياض تسعة عشر عاما من المواهب اللي يقدر يصلح لكل موسم اللي مجي ولكن الثاني لا تشارك أشرف داري لاعب بريسل فرنسي 23 سنة من لاعبين الجيدين داخل المنظومة المغربية لاعب جيد لاعب لثلاثة عشرين سنة كما كنا عرفوا لا ما عرفش أرد أسبوع وستشارك في بريسل ولكن عندو حد أنه بقف القسم الثاني أول الدورة الفرنسي لأن الفرق قديره كانت مهددة أنها تهد القسم الثاني هناك أشرف حكيمي ما لعبش هذه الدورة بطبيعة حال أنه كانت تطرط في الدورة اللي فاتت فاريسل فاتت الدورة فاتت بجد الأهدف لهذا كانت حكيم الموسم اللي نسيان مع بريسل جنوان الموسم اللي نسيان نعم وماشي من أحسن الموسم الكوروية ديره صراحة أشرف حكيمه صراحة ينسى هذه الموسم السيفانية سافي لأنه ولكن مع المنتخب اللي لا مع المنتخب اللي أفضل الموسم ديره وانه يسف نيائي كأس العالم فيه هناك ناصر المزرعوي اللعب باير ميونيك تبعت الحالة تشركة أساسية ولكن الفاير تعرض لأزمة صعبة صعبة هازمة أمام لابزك ثلاثة هي الأهداف مقابل هدفه واحد وكان الآن صعوبات كبيرة وكبيرة وكبيرة بشي يفوز بالدورة الأرباني لأن بروسيا دورت مدفج بلا صعب الصفر وكبير تزعمه يفيد أنه لفظة الدورة الأخيرة صافي على تشوز بالدورة صعب جدا يحيى عطيت الله لعب الويداد بطولي كان هنقه بالمناسبة على التأهل لهم وخواعي يحيى عطيت الله شجر وكان هنقه الوصوله إلى النهائي كأس عصبة الأبطال الإفريقية ومواجهة الأهل المصري لهابا في مصر وإيابا في المغرب كان هنقه طبيعة الحال يحيى عطيت الله بالمناسبة أنه موصل للنهائي عصبة الأبطال في حال موسب لي فات هناك أيوب العمراوي اللي عنده 18 سنة لاعب نيس الفرنسي لاعب المهم من داخل المنظوم غير مستقبل المغرب ولكن للأسف ما بقاش يتوضع في اللائحة دي المدرب دي النيس لا الأساسية ولا إحتياطية للأسف الشديد ما عرفناش الأسباب علاش واش تراجع المستوى دياله نحن نعلم رقبات الشكلة ديونيو على الأقل هذه الليلة بعدها ونشوفه أن الأحد يدوني قربت السوفيان أمره بتلعب فيورنطينا الإيطالي كذلك لا نعب شد أسبوع بداعي راحة فقط لأن فيورنطينا عنده نهائي كأس إيطاليا مع إنتر ميلانو فيورنطينا هذا العم موسم جيد جدا جوج نهائي سمعك في كأس إيطاليا وكأس مؤتمر أوروبي إذا عنده نهائي مع إنتر ميلانو اللي عنده كذلك نهائي عصبة الأبطال الأوروبية صحبة ماشستر سيتي إذا السوفيان أمره بتلعب شد أسبوع هذا اللي فات السليم أملح تهو أخصيكم معنا في أدلاء حدي الشهر حدنا جلت تصفية كأس العالم أصلا السليم أملح ما كيلعبش لأنه أصلا عامل عملية جراحية بطبيعة الحال على الكاتف ديالو في بلد والد تعرض لهذي ما أخرى مع كاضي إصابتين نظيفتين وعنده حد أن خطافي تعادلت مع إلتي بهدف لهدف إلتيتا حتى هاو ديس عارك بتسكتب النتائج الإيجابية ما عرفوا حتى واحد وقيلة هناك بلد الخنوس لاعب بطولة البرجيكية ما عرفنا شد أسبوع وشاركوا لا بلد الخنوس فحصل غير من اللاعب اللي مره يطوروا الكثير من البطولة البرجيكية لأنه لعبوا عنديه موهبة كبيرة و لا يجعله أنوا يعطوه البطولة البرجيكية بسهل لأنه بطولة البرجيكية أرى من المستوى لد الخنوس 19 سنة العب كبير صراحة وغسط الميدان ذلك ليده السقبل كبير قرائي وطبيعة الحال وهناك عبد الحاميز الصادري لعب صاندوري الإيطاني لا أعرف كيف أصبع العف في صاندوري لأنه كان عنده مشاكل وكان رجال ألمانيا بلد النشأة ولكن لا أعرف كيف أرجع أو الصافي عيسالي معهم ويتن الموسم بشي يبدأ وينتقل الفارق البيو أو الفارق يورنسينا الفارق الأساسي الذي يرجع له هناك عمراللوزا لعب القسم الأول من البطولة الإنزليزية باللعب المزياني كانت خالف جوج مقابلة كحتياتي مع البرازيل أو البيرو ما أفعل شيء مؤثرة شيء خارق العادة ولكن شوفناه في ذلك المقابلتين أيضا عمراللوزا لا أعرف كيف أصبح صراحة المعلومة لا يوجد هناك عز الدين ونحي أولمبيك مارسيليا بالموسم لأنه مصاب وصلنا 22 مايلا وحاليا باقي المصاب باقي ما استرجع القوة لأيروكندن عنده إصابة حتى النهاية الموسم وحاليا باقي المصاب لأيوان 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 حسوني من اللاعب ذيانين كما أقوله هناك اخذت الهجوم بدأوا بزكريا بخلال اللاعب تولوس فرنسي اللي رجع الفريق دياله تولوز ولكن ما ما بداش كاساسي احنا عارفين ان كوان قتلوا مشاكل في هات الاسبع ما تدربش كمضم بزاف وخلى على مقاعد احتية دخلو تانشي تقيقة خمسة وستين اذا بوفال من لاعب اه عفوال زكريا بخلال من لاعب الجايدين ستولوز الموسم هائل فريق دياله تولوز امبيرو حد لاعب اخر حال الفريق unlucky وحتى الانxa الفريق جدا والشيك تكتب الفريق تطنة قدم الان كبير وفي في موسم فريق خام، هو جد التوقف لا يبقى طبيعات حال في السلسة لاعب بطولة القاطرية الثالث لا أعرف بقية كأس أو لا 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 أعرف بطولة القاطرية فقط 12 فارق 22 جولة وكسالي نقص 16 جهولة نقص الدول الإسباني والفرنسي والإيطالي فرق كبير بطبيعة لا أعرف بطبيعة أسامة إدريسي 27 سنة فاينورد الهولندي معامل إشفيلية الإسباني كأن الأسامة الإدريسي الآن بدأ يستحق وشرع على المنتخب الوطني من جديد لأنه يلعب واحد فترة في المنتخب الآن يستحق وشرع على المنتخب بعد ذات أداء كبيرة هذا الموسم ولكن الرياضة يصار على نفسها كثرة لاعبين من الزاد أسامة الإدريسي صعبة ولكن ممكن يزاد طبعاً أسامة الإدريسي لكن في الدولة الهولندي والدولة الهولندي نعرفه الدولة ومشيق عبد السامة الزلدو والذي يغاب كذلك هذا الأسبوع هذا بداعي المرض فقط الأوساسون والذي كانت تنزل بتسال سمعت لديكم مدريد غاب عبد السامة الزلدو بداعي المرض فقط المرتقب أنه يعود طبيعة الحال عبد السامة الزلدو من اللاعبين المزيانين داخل المنظومة المغربية ولكن لاعبين أمسوش الواحد عشرين عام بقلوها مستطور أما كوراوياً بقيم أعمل شي حاجة خارقة لعدم عن المنتخب الوطني يقول يوسف النصير أمام ريحة أحتياطي أمام الريال بيتيز التي كانت تعادل بصعفر لم تتشارك مهم مقابل أحتياطي وابونو لم تتشارك خاصة ما يستساعدون نهائي الأوروبا التي قد تدرونها الإيطالي في 31 مايو وقرر بزاف نهائي لا يقلوش بزاف هناك كذلك واليد شديرة العبار الإيطالي هي هدفة سبع واقعي أرجع التهديف واليد شديرة حتى الآن مقدش مع المنتخب الوطني المغربي وحد الأداء كبير بطبيعة ما لا يتكتبون وحد الأداء واليد شديرة مع المنتخب الوطني المغربي بباقي تنقصوا بسبب رأس حرباني يجح داخل المنظومة المغربية وهذا آخر واحد معنا في رأس حرباني محمد البلدين لعب البنت الإسباني في 27 عام ومتمنى أن نتوجه إلى الدعوة المنتخب ونرى القدرات حتى أن يستطيع مع المنتخب الوطني المغربي إذا هدفة المتوقعة المنتخب الوطني في تصفية كأس العالم في نوينبير المقبل حاول